نحن مجموعة من الطبيبات العربية الموجودين بكندا تشتغل على خدمة الجالية داخل كندا وخارج كندا الله هلأ أصرنا 75 طبيبي اخترنا المهنة الأصعب والبلد الأصعب في تقبل الشهادات الطبية ومعادلتها كندا ألا أنهن تمكننا من أن يشكلنا فريقا طبيا له حضوره وأهميته في كندا جمعنا بعضنا أكثر شيء لا دعم بعضنا البعض بتعرفيه بس يكون مجموعة بيكون لنا صوت أكبر سيكون لنا صوت بالمجتمع صوت بكندا ولا ندعم بعضنا على كثير أصعاد فريق الطبيبات العربيات الذي تأسس عام 2017 من نحو 70 طبيبة برز دورهن بشكل أكبر في أزمة كورونا فكنا عونا للمهاجرين العرب رح أعمل لك لإله وصفي ورح أبعثها للصيدلية هلأ مباشرة بالفاكس فأكيد الشعب العربي كان عنده يعني ردة فعل كتير صعبة بهالبلد عساس الخوف والرعب وخاصة إذا شخص صاب بالعائلة وكانوا بحاجة ليكون هذا الحوار مع طبيب عربي حتى يتفهموا بعضهن شاركنا خبراتهن الطبية خارج كندا عن طريق منظمات إنسانية بل ودعمنا حتى الطلاب كل سنة بيبعثونا الأنرواة لست أف أسماء وإحنا كسليكتف كوميتي أنا ممبر في السليكتف كوميتي اللي بنختار الطلبة بناء على كريتيريا معينة بنختار لا الضفة ولا غزة لأنهم يكملوا تعليمهم الجامعي هذا بالإضافة إلى تطوع بعضهن لزيارة بلدان عربية ليقدمنا خدمات طبية واستشارات مجانية فريق من الطبيبات العربيات اجتمعنا ليكون لهن صوت واحد وواعد في المجتمع الكندي وليقدمنا الدعم والعون للجالية العربية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا رفاه السعد العربية تورنتو